المسارعة دي بدأت خصوصاً الرومانية يعني بدأت إمتى إن أنت تمارسها وليه اخترتها بالتحديد؟ والله أنا بدأت ألعب مسارعة وأنا عندي خمس سنين خمسة؟ خمس سنين يعني هل أنت باباك اللي قال لك تعالى ألعبك مسارعة ولا أنت زي خمس سنين فكرت أني أنت عايز تلعب مسارعة؟ خالي كان ماسك نادي بيلعب فيه فهو كان بياخدني معايا فأنا حبيت اللعبة يعني أهو عجبني المجال وكده فابتدت منه أنا عندي خمس سنين مسارعة كنت بلعب في مركز شباب زغير بسيط جداً يعني بعدين انتقلت للمؤسسة العسكرية قضيت فيها ابتداء وعدادي وسنوي كنت بدرس وبتمرن في نفس الوقت تعرف يا محمد أن كل أبطال العالم في مصر كلهم من مراكز رياضية بسيطة زي ما أنت بتقول يعني مش حاجات بإمكانيات كبيرة ما بالك لو بيبقى فيه الإمكانيات كبيرة ليكم للشباب ده طيب هل لعبت رياضات تانية ولا هي بس المسارعة؟ لا أنا مارست المسارعة بس هي كتأخذ كل وقت المسارعة كانت أخذت كل وقت إمتى بدأت تبقى بطلين إمتى بدأت تلعب من خمس سنين إمتى بدأت نجمك بقى يلمع ويتقال البطل كيشو والبطل كيشو أنا بدأت تلعب دولي 2014 حصلت على المديليا الزهبية يعني من أربع سنين قبل كده كنت بتلعب في مصر هنا كنت لسه سني ما يقهلش لأنني ألعب دولي كان سني صغير كان محلي بس أول ما بدأت سني يبقى دولي لعبت أفريقيا في سكندرية جبت مركز أول الحمد لله ولعبت بعدها 2015 بطولة أفريقيا برضو جبت مركز أول ولعبت بطولة عالم كانت أول بطولة عالمليا ألعبها جبت بقى فدية يعني أول مرة تدخل عالميا نخط فدية من أول مرة وبعدين 2016 السنة اللي بعدية لعبت أفريقيا جبار كان عاني 16 سنة سعيدة ولعبت أفريقيا جبار جبت برضو مركز أول ولعبت أفريقيا شباب اللي هي مرحلتي يعني أنا في السنة بشارك في بطولتين أفريقيا شباب وجبار ولعبت بطولة عالم تانية جبت ثالث برونز كثف فرنسا وانت على طول بالمديليات بس المرة دي بقى مختلفة جدا بقى طبعا الدهبي كيه إحساسك يا محمد على أن أنت جبت المصر ميداليا بقالها 12 سنة إحنا ما أخذناهاش لاي طبعا أحساس جميل لأنا شرفت بلدي أول حاجة وشرفت الاتحاد المصر المسرعة أني خليته يبقى ليه اسم بعد الميداليا دي لأنها كانت غايبة بقالها فترة كبيرة أو 12 سنة من 2006 الميداليا دي ما دخلتش الاتحاد خالص كنت سعيد جدا طبعا وفخور دي صورك أهي وانت بتفوز بالجايزة بتاعتك يا محمد صراحة شرفتنا يا محمد هذا النهائي ده الموتش النهائي ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر